موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله موضوعنا النهاردة هيكون هو software restriction يعني ازاي تقدر تمنع اليوزر سواء اليوزر بتاع ال xp او اليوزر بتاع ال windows 7 عن طريق ال local group policy او ال domain policy ان انت تبدأ تعمل عملية restrict او تبدأ تعمل عملية حزر لتشغيل مجموعة من السوفتوير الحقيقة ان احنا فيه عندنا طريقتين هم اللي احنا بنبدأ نستخدمه الطريقة الاولانية دي بيتم تطبيقها عن طريق ال group policy واسمها software restriction policy والحقيقة ان الطريقة دي بتكون فعالة جدا مع ال client اللي بيكون عندهم windows xp او windows 7 الطريقة التانية اسمها ال app locker والapp locker الحقيقة بتطبق برضو عن طريق ال group policy ولكن لن يتم تطبيقها الا اذا كان ال client هو عبارة عن windows 7 enterprise او ultimate يعني ما ينفعش اي اصدار اخر من windows 7 تطبق عليه هذه policy طيب تعالوا نتكلم او نشوف الاول الطريقة الاولانية اللي هي software restriction policy اللي بتطبق على ال 7 وعلى ال xp بتطبق ازاي لو جبنا المكنة بتاعتنا اللي هي windows 7 وبدأنا نفتح كده ال start وقمنا جايبين ال run وكتبنا فيها group policy editor وقمنا الين اوكي وفتحنا ال snap pin بتاع group policy فبنبدأ نلاقي computer configuration وال user configuration وهنا لازم نكون عارفين ان policy دي بتطبق على ال computer regardlessly user يعني بغض النظر عن ال user بتاعك انت بتبدأ تطبق policy دي على ال computer نفسه مش على ال user وبالتالي دي احد نقاط الضعف او المشاكل اللي بتوجهنا لما بنيجي نطبق policy دي ان هي بتطبق على ال computer ومش على ال user على عكس ال app looker زي ما هنشوف بعدين ان احنا بنقدأ نطبقها او بنقدر نطبقها على كل user على حيدة بغض النظر عن ال computer فبمننا قلنا على ال computer فلو فتحنا computer configuration كده عند windows setting هنبدأ نلاقي حاجة اسمها security setting بقى في عندنا حاجة اسمها software restriction policy لو جينا كده فتحنا software restriction policy هنلاقيها فاضية نفهاش اي حاجة ليه؟ لان الحقيقة policy دي غير مفعلة طب ازاي احنا نبدأ نفعلها او ازاي نقدر نشغلها لو عملنا كده right click وقمنا اقلين له new software restriction policy هيبدأ يشغلنا new software restriction policy وفيه برضو حاجة تانية مهمة لازم نعرفها ان ال default بتاع software restriction policy ان هي بتقلاو او بتسمح بتشغيل كل البرامج وكل ال application اللي موجودة في اي مكان على ال computer تمام؟ ده ال default بتاعها على عكس برضو ان ال app looker اللي هنتكلم فيه ان شاء الله كمان شوية ده مش بيسمح في ال default بتاعه بتشغيل اي حاجة يعني اول ما بتشغل انت ال app looker كل حاجة هتبدأ تتوقف عن العمل طيب اول حاجة بنبدأ نعملها هنبص كده نلاقي عندنا حاجة اسمها ال enforcement وال designated file type وال trusted publisher اول حاجة موجودة عندنا هي الفولدر بتاع security level السيكوريتي level الحقيقة هو المكان اللي انا بختار منه ال default بتاعي ففيه عندي حاجة اسمها ال disallowed وال basic user وال unrestricted وزي ما اتكلمنا كده قلنا من شوية ان ال local policy او ال default بتاعها لما بتبدأ انت تفعلها او تشغلها ان هي بتسمح بتشغيل كل حاجة يعني بتكون unrestricted الحقيقة دول التلاتة security level اللي موجودين عندنا واللي انت بتبدأ تختار منهم default بتاعتك فلو احنا فتحنا unrestricted اللي هي اللي بتسمح بتشغيل كل البرامج هنلاقي ان هي عبارة عن policy اللي تم اختيارها علشان تبقى default security level وعلشان كده ال default بتاع software restriction policy هو ان هي بتبدأ تشغل كل البرامج الا اذا انت بدأت تحط مجموعة من ال options الاخرى طيب لو انت اخترت disallowed لو خليت ال disallowed هي ال default يعني عملت كده هيقولك خلي بالك باختيارك الاختيار ده فانت خليت الوضع الافتراضي هو ان انت بيتمنع كل البرامج اللي موجودة على الكمبيوتر بتاعك من ان هي تبدأ تشتغل وعلشان كده بيقولك في بعض البرامج ممكن تتوقف عن العمل فلو احنا قمنا قلين ياس قمنا قلين اوكي يبقى انا خليت ال disallowed هو default security policy بتاعتي طيب نختبر الكلام ده هوت ازاي والله لو روحت كده عند ال windows media player او ال internet explorer او اي software يعني وجدت شغله هيوم اقولك ان ال program ده اتعمله plugged نتيجة وجود يعني policy بتمنع الكلام ده هوت وابدأ اعمل contact ال system administrator بتاعك تمام طيب ايه بقى طبعا دي بيقولك يعني في هلب هيجبها لك لو انت قلت له yes المستوى الثالث وهو basic user basic user ده لو انت اخترته فده بيقولك لو انت اخترت ان basic user هو يكون default security level بتاعك فده معناه ان ال user هيشغلوا software بتاعتهم وكل حاجة ولكن بشرط ان هم مش هشغلوها ك administrators يعني مش هيقدر يشغل software لكن ك user عادي هيقدر ان هو طبعا يشغله طيب انا هخلي ال unrestricted هي default زي ما كانت علشان تبقى كل البرامج accessible لنا وكده بقى لو انت روحت فتحت اي حاجة زي windows media player مثلا فتلاقيه اشتغل عادي ما فيش اي مشكلة لو الموضوع ده هوت يعني اتأخر معاكو شوية طبعا بتعارفين هتعمله refresh للجروب والس ازاي ممكن تفتحه والدوس وتكتبه في جي بي update او جي بي update سلاش فورس لو انتو عايزين يعني تعمله عملية تسريع للرفريشنج بتاعت الجروب والسي طيب ده كان اول حاجة اللي هي security levels واحنا خليناها unrestricted طيب تعالوا كده نشوف فقى ال additional rules دي ده المكان اللي احنا بنبدأ نحط فيه الرولز اللي انت هتقوم قايل فيها ان انت بتسمح او لا تسمح بتشغيل software او نوع معين من انواع الملفات ما ننساش ان احنا لما فتحنا software restriction policy كان فيه security levels وكلمنا عنها وكان فيه additional rules اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي طب ايه دول احنا ما عملنا لهو احنا ما عملناش الكلام ده هوت الحقيقة ان دول اتنين default rules من النوع pass وكمان شوية هنعرف يعني اين نوع pass ولكن دول اتنين default rule بيتم انشاءهم automatic اول ما انت ما بتبدأ تقوم قايل والله انا عايز استخدم طب دول بيعملوا ايه الحقيقة ان دول وظيفتهم ان هم يشغلوا البرامج الخاصة بتاعة السيستم يعني هنا مثلا بيقول لي ان انا بيشغل الحاجات اللي موجودة جوال software microsoft windows current version system rule وهنا بيقول لي انا هشغل الحاجات اللي موجودة جوال windows current version program file directory وهكذا يعني دول اتنين rules بيسمحهم بوجود او بتشغيل البرامج الاساسية اللي موجودة عندك في الويندوز الرولز اللي احنا هنبدأ نحطها هيتم وضعها في هذا المكان طبعا طيب ايه الانفورسمنت دي انا رجعتها بس كده فعلشان اجيب الويندو دي تاني الانفورسمنت دي لو فدحنا الانفورسمنت هنبدأ نلاقي اشتراطات عامة يعني ايه؟ يعني بيقول لي هنا الرولز اللي انت هتحطها في الادشنال رولز والحاجات اللي هيتطبق عليها السيكوريتي ليفل والكلام ده كله مين هي؟ ده طبعا كلام عام يعني مش يخص الكمبيوتر محدد ولكن بيقول لك هل الال software file except library such a DLL دي هنستسنيها يعني لما اجي اطبق رول معينة هحطها في الادشنال رولز مثلا او هعمل سيكوريتي ليفل معين هل اللي يتأثر بالكلام ده الفايلز ولا ملفات اللي هي ال DLL كمان فانت ممكن تقوم اقول له كل السوفت وير يتأثر زي الاكسيكيتو بالفايل مثلا فيما عدا الملفات بتاعت ال DLL لان دي ملفات ممكن تكون جدا مهمة للنظام او تقوم انت اقول له والله لا ده ده سوفت وير فايلز هتتأثر بالرولز اللي انا لسه ها ابدأ احطها طيب يبدأ ينفذ لك على مين على كل اليوزر ولا على كل اليوزر مع ده طبعا من الحكمة جدا انك تقوم اقول له كل اليوزر مع ده الادمينستريتور ليه علشان لما تيجي تعمل ترابل شوتنج الحاجة معينة فانت تبدأ تلوجين كادمينستريتور فبالتالي الرولز دي تبدأ ما متأثرش عليك او متأثرش فيك وتقدر تخليك تفتح كل اللي انت عايزه ميبقاش فيه اي ريستريكشن اما لو انت طبعا بتطبقها عن طريق دومين كنترولر وعملت الكلام ده هوت علشان يطبق على الكلينت اللي موجودين في الدومين فانت ممكن جدا تقوم اقول له بس خلي بالك لما تيجي تعمل ترابل شوتنج المشكلة حصلت فانت محتاج ان انت تقوم داخل من الدومين تغير في الجروب بوليسي اللي بتطبق على الجهاز ده هوت وتقوم اقول له والله الجهاز ده هوت ما تطبقش عليه البوليسي بتاعة الريستريكشن تمام؟ فهو طبعا من الحكمة جدا انك تقوم اقول له all user except local administrator طيب لما يبدأ يطبق الsoftware restriction بوليسي بيقولك امتى ابدأ اطبقها؟ اعمل انفورس للسرتيفكت رول ولا اجنور السرتيفكت رول ايه هي السرتيفكت؟ السرتيفكت طبعا كل برنامج بيتعامل بيكون ليه سرتيفكت جاية من الجهة اللي صنعت البرنامج ده خلي بالك ان انت لما بتخلي الجروب بوليسي تبدأ تتحقق من ده بيبقى مور سيكيور بس ده طبعا في نفس الوقت بيكون على السيستم بتاعك لانه هيبدأ يتحقق من البوليسي وهيبدأ يتحقق من السرتيفكت بتاعة البرنامج من الاتنين فممكن انهم قالين له لو انت ما كانش عندك بتبدأ تأشيو سيرتيفكت للبرامج او اللي موجودين عنك طيب لو جينا كده قمنا قيلين كده احنا اخترنا في الانفورسمينت البوليسي دي لما هتطبق هتطبق على مين والحالات بتاعة التطبيق بتاعتها هتكون ازاي ده ما كان الحقيقة مهم جدا وده اللي انت بتبدأ تختار منه انت عايز البوليسي دي تطبق على ايه على ايه يعني على انواع ملفات ايه يعني لما تيجي تقوم قيل مثلا ما تشغلش الحاجات اللي موجودة مثلا في الفولدر اللي اسمه ستار اللي موجود في درايفل دي مثلا طيب اي حاجة موجودة في درايفل دي ولا انواع محددة فانت هنا بتبدأ تدرج الانواع اللي انت عايز ما تشغلهاش طيب هل ممكن نضيف في احنا نوع جد تاني اه الحقيقة ممكن تضيف نوع تاني ودي من الحاجات الجيدة جدا في واللي للأسف مش موجودة في يعني في الاسماء او الانواع بتاعت الملفات اللي انت بتقدر تعمل لها عملية ايقافة عن العمل هي محددة انت ما تقدرش تغير فيها حاجة لكن هنا انت تقدر تحط انواع جديدة من الملفات يعني على سبيل المسال الملفات بتاعت ملفات النصية دي عارفينها طبعا لو انا قمت قيل له اعمل لها اد واصبحت ملفات التكست موجودة اذا لما اجي اطبق الكلام ده هوت هلاقي ان الملفات بتاعت التكست في الرول اللي انا هبدأ لسه اذكرها تم ايقاف عملها مش هي بس لا كل دول تمام طيب ايه الترستد بابلشر دي بقى الترستد بابلشر دي بتاعني مين هيقدر يغير في الترستد بابلشر فاكريين احنا لما كنا بنتكلم في زمان لما كنا بنتكلم في الدومين والكلام ده كله قلنا ان فيه حاجة اسمها الترستد سيرتيفكتس الترستد سيرتيفكتس دي المكان اللي كنا بنحط فيه الروتس اللي طلع منها سيرتيفكت تبقى ترستد عند اليوزر ففي بعض البرامج الحقيقة بتغير فيه في الترستد بابلشر منجمينت فاحنا لو قمنا اينين لو اعمل دوفاين للبوليس دي فبيقولك ألاو للأدمنستريتور واليوزر ان هما يعملوا المانجم يعني يديروا او يغيروا في الترستد بابلشر ولا تألاو الأدمنستريتور بس هو اللي يبدأ يغير في الكلام ده هوات طيب ولو انت اعمل تألاو لده او لده تحب تعمل عملية فيرفايل البابلشر سيرتيفكت ان هي ما هياش ريفوكت فاكرين لما اتكلمنا ان السيرتيفكت ممكن تكون ريفوكت يعني سوفتوير معه سيرتيفكت كل حاجة بس للأسف السيرتيفكت اللي هو واخد منه السيرتيفكت دي محطوط في الريفوكت ليست او في الليست اللي مرفوضة فهل تحب ان البوليس دي تبدأ تعمل عملية فيروفايل او تتأكد ان هي مش موجودة في الريفوكت تمام وكمان تحب ان انت تتأكد من الطايم ستامب بتاع السيرتيفكت يعني تشوف الطايم اللي على السيرتيفكت هل هو اكسباير ولا لا طبعا ده كله كلام جميل جدا بس ما ننساش ان هو بيعمل كبير قوي 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 على السيرفر بتاعك الا اذا كانت اللي انت عاملها تستحمل حاجة زي كده فما فيش اي مشكلة ان انت طبعا تستخدم طيب تعالوا بقى نجرب حاجة احنا قلنا ان الرول اللي احنا هنخطها هتضط في المكان اللي اسمه فهندخل كده جوه وهنقوم عاملين وهنلاقي في حاجة اسمها نيو سيرتيفكت رول ونيو هاش رول ونتوركزين رول ونيو باس رول دول الاربع انواع اللي احنا بنستخدمهم لعمل البوليسز اللي بتسمح او اللي بتحذر اللي اتنين يعني عملية تشغيل برنامج معايد اول حاجة حاجة اسمها الهاش رول الحقيقة الهاش رول بتبدأ توفر رايت كل الرولز دي يعني احنا عندنا اهو فيه 4 انواع هنقوم القلون كدا من الاول ان الهاش رول بتوفر رايت الجميع ومين بيليها بيليها السيرتيفكت رول ومين بيليها بيليها الباس وبعدين بيليها النتورك سو يعني لو انت جيت الانتحاططط رول من نوع سيرتيفكت وهنتكلم يعني ايه الرول دي ولكن بتقول دلوقتي لو انت حطيت رول من نوع بتقوم ايلا ان انت مثلا ما تشغلش الحاجات اللي في الدرايف بتاع الدي او ما تشغلش برنامج معين تمام دي سرتفكت رول او رول من النوع سرتفكت حطيتها علشان تعمل عملية او حزر لتشغيل برنامج معين موجود في درايف الدي وجيت امتحاطت هاش رول بتقوم ايلا لا البرنامج ده يشتغل اللي هو يعني موجود في درايف الدي ده وشاورت علي قم تقايل انا هحط رول من النوع هاش تقوم ايلا ان البرنامج ده هوت يشتغل مين اللي كلامه هيمشي الهاش رول الهاش رول البيوريتي بتاعتها واحد يا جماعة وصاحب البيوريتي الاقل هو اللي بيعمل عملية اوفر رايتنج على البيوريتي الاعلى فالهاش رول هي رقم واحد يليها السرتفكت يليها البوس يليها النيتورك زون رول ايه بقى الانواع ده هيت تعالوا بقى نشوف ايه الانواع دي اول حاجة موجودة عندنا صاحبة اعلى بيريوريتي اللي هي النيو هاش رول الهاش رول هي الحقيقة من خلالها بتبدأ تاخد الفايل بتاع البرنامج ده هوت وبيبدأ الويندوز يعمله هاش فايل كل EXE بيبدأ يتعمله هاش فايل ولو فيه اكتر من اصدار بيبقى لازم تعمل عملية هاش لكل اصدار من الفايل زي دي من مازال برنامج ده انه او من يعني من الحاجات الكويسة اللي فيه انك لو عملت او اليوزر مش انت بقى جه عمل عملية رينيم للملف اللي انت عمله عملية ريستريكشن برضه هيفضل ريستريكتد ليه لان الحقيقة ان احنا بنتعامل مع الهاش او ملف الهاش اللي تم تصنيعه للexecutable فايل اللي انت عملتله حظر ده هوت لكن طبعا من عيوبها ان لو اتغير بت واحد فقط في الملف ده فبالتالي الهاش بتاعه هيتغير الهاش دي يا جماعة ببساطة كده ان الويندوز بيبدأ ياخد الexecutable فايل وبيبدأ يقوم حططلو مجموعة اتريبيوتس كده هوت الاتريبيوتس دي لما بتيجي انت تشغل السوفتوير بيقارن الاتريبيوتس بتاع السوفتوير دي بالاتريبيوتس اللي هو عملها قبل كده لو لقاها متطبقة فبيبدأ يطبق الرول دي عليه سواء كانت بالسماح او كانت بالرفض ده معنى ان الويندوز يعني يعمل عملية هاش للفايل تمام فبالتالي لو حضرتك جيت باي برنامج غيرت بت واحد فقط في الفايل اللي معموله ريستريكشن ده هوت او اللي معموله قلاه فبالتالي مش هتطبق عليه الهاش لان لما الويندوز يبدأ يعمل عملية مطابقة للملف او الاتريبيوتس بتاعت الملف والاتريبيوتس اللي هو مخزنها عنده لهذا الملف هلاقيها غير متطبقة فهيوم اين خلاص يبقى الرول دي مش محطوطة للفايل ده ده اكيد محطوطة لحاجة تانية الحاجة التانية او الرقم اتنين يعني السيرتيفكت رول ده النوع رقم اتنين السيرتيفكت رول طبعا بتعتمد على السيرتيفكت بتاعة البرامج او السيرتيفكت بتاعة الفندور اللي عامل البرنامج ده هي حاجة كويسة جدا لانك لو غيرت بيت في البرنامج غيرت الاسم بتاعه مش مشكلة هو ليه دعو بالسيرتيفكت بتاعة البرنامج طول ما هو قاري ان البرنامج اللي انت بتشغله من واخد سيرتيفكت معينة من فندور معين فهيبدأ يرفض تشغيل هذا البرنامج بس الحقيقة فيها عيب جامد جدا انك ما تقدرش تمنع برنامج والتاني لأ يعني على زعب المثال مش هقدر امنع المايكروسوفت اوفيس وورد وشغل الاكسل عن طريق الرولز اللي من النوع اللي اسمه سيرتيفكت ليه اصل الاتنين من مايكروسوفت فبالتالي مش هتعرف تشغل الورد وتوقف في الاكسل ليه اصل الاتنين طالما من مايكروسوفت انت كده بتقوم اين لو وقف لي اي حد واخد سيرتيفكت من مايكروسوفت فكل برامج الفندور ده مش هتقدر ان انت تشغلها طبعا على الجهاز بتاعك طيب الرول اللي بعد كده حاجة اسمها الباسرول الباسرول دي بتعتمد على منع برنامج او ملف بغض النظر بقى معين في مكان معين من التشغيل وده ابعا التحديد الاكتر بيعمل عملية يعني لو منعت تشغيل كل البرامج اللي في الرود بتاع المايدوكيمنت على سبيل المثال وسمحت بتشغيل ملف معين جوه المايدوكيمنت فالملف هيتفتح عادي بس من عيوبه ان الملف لو اتنقل مكان تاني هتقدر من انت تفتح يعني لو انا جيت كده على المايدوكيمنت قم اتقايل كل الملفات اللي في المايدوكيمنت ما تتفتحش وجيت قم اتقايل ملف معين جوه المايدوكيمنت يتفتح فالعملية دي او التحديد الزيادة يعني الليفل الاقل بيروق بيوفر رايت الليفل الاعلى تمام فالملف هيتفتح العيوب باقي ان لو اليوزر عارف ان انت حاطة البوليسي دي اللي هي من النوع باس ببساطة جدا ممكن يقوم واخد كوبي من الملف اللي هو عايز يفتحه اللي جوه المايدوكيمنت اللي انت عمل عليها ريستريكشن ويوديه في اي حتة تانية فيقوم اتفتح على طول دي من عيوب طبعا الطريقة بتاعة الباص لكن طبعا من المزايا انك تقدر مثلا تشغل حاجة زي الورد وتوقف حاجة زي الاكسل وهكذا مش زي المشاكل يعني اللي موجودة في السرتفكتز طيب رابع نوع بقى هو نيو نتورك زون رول ودي بتتعامل على الملفات بتاعة المايكروسوفت انستاليشن فايل او ال MSI فايل بس اللي بيتم تنزيلها عام طريق الانترنت اكسبلورر فمثلا ممكن تمنع عملية الدونلود لاي ملف MSI اليوزر بيحاول يعملوا عملية تنزيل من الانترنت باستخدام الانترنت اكسبلورر بس فيها مشكلة كبيرة جدا ان لو اليوزر استخدم براوزر اخر زي الفاير فوكس مثلا فمش هتقدر ان انت توقفوا عن حاجة زي كده طيب تعالوا كده نجرب حاجة وسيط قوي لو انا جيت كده قمت اقيله ان انا نتفرج بس عليهم عاملين ازاي certificate rule لما بتفتحها بتقوم ايليه لك هو انت مبدأيا عايز تعمل عملية دي سلاود ولا unrestricted يعني عايز تمنع اليوزر من تشغيل حاجة اللي انت هتقولها لي ولا تسمح لليوزر بانه يشغل حاجة برضو اللي انت هتقولها لي وطبعا بيطلب منك ايه هيطلب منك السرتيفكت اللي انت بناء عليها لما هتختارها طبعا السرتيفكت دي الاكستينشز بتاعتها يعني هيبدأ يطلب منك السرتيفكت بتاعت البرنامج اللي انت عايز تشغله هتبدأ تختار السرتيفكت دي فتقدر ان انت تشغل هذا البرنامج او تعمله عملية ايقاف لو جينا بنشوف الهاش رول هيقوم ايلك برضو انت عايز الحاجة اللي انت هتقولها لي تبقى دي سلاود ولا بيزيك يوزر ولا unrestricted طبعا احنا قلنا شرحة كل واحدة ولكن نقوم ايدي التانى دي سلاود يعني طبعا هتمنع تشغيل الحاجة اللي انا هعمل لها الحاش او بيزيك يوزر يعني تخلي اليوزر يشغل الحاجة اللي انا هعمل لها الهاش كأنه يوزر عادي مش administrator او انت تعمل عملية unrestricted يعني تسمح لليوزر بأنه يشغل الحاجة اللي انا هعمل لها الهاش طب ازاي هعمل الحاجة الهاش هتفتح browse كده وهتقوم جايب الملف بتاعها ال-XE وتقوم قيل له هو ده الملف اللي انا عايزك تعمل له الهاش بس الnetwork zone rule هيبدأ يقوم قيل لك ايه هو التراستد سايت ولا يعني اليوزر مبدئيا برضو نفس الكلام يبقى يتعمل له عملية decent loud ولا البرنامج تعمل له عملية permit يعني توافق انه هو يشتغل ولا يشتغل البرنامج بس ك basic user انهي برنامج بقى ان اليوزر بقى بينزله من الانترنت ولا لجوه ال local computer ولا في الانترنت طبعا هو بيعرف الانترنت دي من ال-IP ولا من restricted sites والrestrict sites دي انت بتبدأ تعمل لها عملية من الانترنت explorer نفسه يا تشتغل يا ما تشتغلش ايه بقى الحاجات دي؟ الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها موجودة فين؟ هنا في designated file types يعني لو انا حددت له مكان معين فمعنى كده ان انا بقول له كل الانواع دي اذا وجدت في هذا المكان المعين ما تشغلهش طب تعال نعمل تجربة بسيطة كده لو فتحنا كده my computer وبعدين قمنا رايحين على ال-C مسلا وقمنا عاملين جواها folder صغير وسميناه سميناه مثلا عشر وجينا جواه الفولدر اللي اسمه العشر ده وقمنا عاملين ملف كده ده ملف تيكست طبعا سميته اي حاجة وفتحناه وكتبنا فيه اي شيء كده صغير وعملنا له عملية save وبعدين قمنا عاملين ملف تاني اسمه 99 وكتبنا برضو فيه اي حاجة وعملنا عملية save تعالوا نجرب الباس رول هتعمل ايه انا هاجي هنا في المكان اللي بنحط فيه الرولز بتاعتنا وهو ما اقل له ان انا هعمل new pass rule وهو ما اقل له فين المكان اللي انا عايز امنع تشغيل او اسمح بتشغيل الحاجة في هقول له جول drive بتاع ال C في الفولدر اللي اسمه 10 ممكن تحدد الفولدر وممكن تقوم تحدد الفايل نفسه لكن انا الحقيقة هيحدد الفولدر نفسه اللي هو الفولدر رقم 10 ده وهقوم اقل ان security level يكون disallowed يعني تمنع تشغيل اي حاجة موجودة في الفولدر بتاع 10 اي حاجة من ايه اي حاجة من انواع الملفات اللي زكرت هنا او اللي انا برضو حططها هنا طيب نجرب بقى الكلام ده اي دي الفولدر الاسمه العشرة هندوس كده على الفايل ده هنلاقي ان هو مش راضي يشغله طيب ده برضو مش هيرضي يشغله ليه يا عم انتش عارش تشغله اصلا انت قلتلي ان انت ما تشغلش اي حاجة من اللي موجودين جوه العشرة في الانواع اللي عندي والانواع اللي عندي التكست كان واحد منها فبالتالي منع تشغيل هذه الانواع طيب نرجع للبوليسي تاني وتعالوا نعدل الرول اللي احنا حطناها في الادشن الرولز دي هندوس عليها double click كده ونعمل براوز ونقول له او احنا مش هنعدلها احنا هنعمل رول تانية هنعمل باس رول تانية برضو على الفولدر اللي اسمه العشرة ده ولكن الملف اللي اسمه 99 ده عايزينه يبقى unrestricted كنا احنا قلنا كده من شوية ان انت لما بتعمل عملية تحديد اكثر فالليفلز اللي تحت بتوفر رايتز الليفل اللي فوق يعني انت في الليفل اللي فوق اللي هو فولدر العشرة كله جيت قوم تقايل محدش هيعمل حاجة في الملفات اللي جوه الفولدر لاسمه عشرة بس جيت على ملف معين ده كده انا اسمي عملت ليفل تاني يعني عملت عملية تحديد اكثر قلتلو لا ما عليش الملف ده بالرغم ان هو موجود في روت وبيقول ان انت ما يتعملش لكن الملف ده انا عايزه يتفتح فلو انا جيت هنا وجيت افتح الثمانية والثمانين هتلاقي الثمانية والثمانين ما بيتفتحش لكن التسعة وتسعين تلاقيه بيتفتح لان انت عملت له كده من البوليس اللي انت اخترعتها دي وطبعا ما ننساش ان انت السيكوريتي ليفل اللي انت مختاره ده هو عبارة عن السيكوريتي ليفل الديفولت اللي هيتم تطبيقه اذا ما لقاش حاجة عكسه في الادشنال رولز يعني انت هنا بتختار الاعداد الافتراضي هيكون ايه للجهاز ككل وبعد كده في الادشنال رولز بتبدأ تحدد فقدامك طبعا اختيارين يقام ما تقفل كل حاجة وتبدأ انت تفتح اللي انت عايزه من الادشنال رولز او ان انت تفتح كل حاجة من الديفولت عن طريق ان انت تختار ان الانريستريكت تبقى هي الديفولت وبعدين تبدأ تقفل اللي انت عايزه من خلال الادشنال رولز لو حبيت ان انت توقف الكلام ده كله بتعمل بس رايت كليك وبتعمل عملية ديليت للسوفتوير رستريكشن بوليسي يبقى انت كده عملت عملية ايقاف لهذه البوليسي لو حبينا نطبق الكلام ده هوت عن طريق الجروب بوليسي ممكن جدا نروح للمكان السيرفر بتاعتنا كده وبعدين هنقوم فاتحين بقى قائمة الستارت وملاقى الانتريسيف تولز نبدأ نجيب الجروب بوليسي منجمينتز طبعا يفضل جدا جدا جماعة ان انتوا تبدأوا تعملوا علشان تطبقوا حاجة زي دي على الدومين تبدأوا تعملوا بوليسي جديدة يعني ما تستخدموش الديفولت دومين بوليسي يعني تعملوا بوليسي جديدة وبعدين تعملوا لها لينك على الكنتينر بتاع الأجهزة مش لازم يتعامل لها لينك على الدومين كله علشان يعني ما تطبقش البوليسي دي على الدومين كله الشرط تطبق على الدومين كله طيب احنا لو جبنا الديفولت دومين بوليسي وعملنا لها عملية ايديتينج كده وده طبعا غلط احنا زي ما اتفقنا مفروض انت تقوم اعمل policy جديدة خالص والpolicy الجديدة الخالص دي تقوم اقيل له ما تشغلش الحاجات اللي في اليوزر بتاعتها الناس اللي مش فاكرة الكلام ده تراجع ال group policy ولا على ايه تعالوا اورها لكم بدل ما تقعدوا تراجعوا وتدعبوا نفسكم تروحوا كده عند ال group policy objects طبعا ده المكان اللي بنخزن فيه ال group policies بتاعتنا هنقوم اقيل له احنا احنا هنعمل new group policy ممكن تبدأوا تسميه program restriction مثلا ويقول لك اخليها زيي مين فاحنا مش هعملين models يعني فهنقوم عليله نهي group policy جديدة خالص فالprogram restriction دي ممكن تقوم جايبين اااااää عملنا لها editing كده تبدأوا تقوم رايحنا عند ال policy ونفس المسار وبعدين تقوموا رايحين عند وهو وتقوموا قالين له نفس الحاجات اللي ظهرت كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه ممكن بقى تدخلوا انتوا تحطوا الروليز زي ما انتوا عايزينها في اي وقت يعني بعد كده بتقوموا عاملين كنتينر جديد لازم طبعا تكونوا انشأتوا هذا الكنتينر في ال-active directory وتكونوا حطين فيه المكان اللي انتوا عايزين يطبق عليها ببوليس دي وطبعا هتقوموا لو اختارنا مثلا ان ال-domain controllers هي دي كأنها هي دي ال-ou اللي فيها المكان اللي احنا عايزين نلينك عليه ال-group policy دي وهنقوم قالين له link existing gpo هيقول لي انهي واحدة هقول له program restriction ونقوم ايلين اوكي تمام بس عملية سهلة ممكن كمان طبعا علشان تقللوا ال-process ال-group policy تعرفين طبعا ال-group policy فيها حاجات خاصة بالكمبيوتر configuration وحاجات خاصة بال-user configuration دي كنا قلناها قبل كده بس ممكن تطبقوها من هنا برضو ممكن تقوموا جايبين ال-group policy اللي انتوا عملتوها دي وتقوموا ايلين ان ال-gpo status مش هتبقى enable كلها لا ده انت تخلي ال-user configuration setting disabled معنى كده ان انت بتقول له شغل ال-computer configuration بس يعني لما تجي تقراها او لما الاجهزة تجي تجيبها من على ال-domain فهي مش هتجيب ال-user configuration من policy دي لا هتبقى ال-computer بس فانا لو اخترت user configuration setting disabled معنى كده ان انت بتشغل ال-computer configuration وهو ده الجزء الوحيد اللي احنا غيرناه ودي لازم تبقى الرول بتاعتكم لما تجي تحطوا اي group policy علشان تقللهم شوية من ال-process اللي بيتعامل علشان المكان يبدأ يقرأ ال-group policy الجزء اللي احنا عايزينه يقرأ منها بس مايقعدش يقرأ لي ال-group policy كلها يعني تمام؟ طيب انا بس همسح عشان ال-domain بتاعنا ما يبص يعني تمام؟ وطبعا هي موجودة لسه عندنا في ال-store ده ال-group policy store زي ما احنا فاكرين مع بعضين طيب نرجع تاني عند ال-windows 7 ونبدأ نتكلم عن ال-application looker او ال-app looker اللي هو الطريقة التانية اللي بتستخدم علشان تعمل بها restriction مع العلم ان هي لا يتم تطبيقها الا على windows 7 ultimate او ال-enterprise وممكن تطبقها عن طريق ال-group policy وممكن تطبقها locally على الجهاز زي ما عملنا كده ال-software restriction policy دي بتيجي منين؟ في عندنا حاجة اسمها ال-application control policy لو فتحناها نلسه طبعا فاتح ال-local group policy وبعدين بنعمل اكسباند كده هنلاقي حاجة اسمها ال-app looker ال-app looker زي ما احنا شافينه كده فيه حاجة اسمها ال-executable rule حاجة اسمها ال-windows installer rule حاجة اسمها ال-script rule تمام؟ طيب لو جبنا ال-app looker نفسه بنبدأ نلاقي ليه انترفيس كده حاجة طبعا اسمها اعمل عملية configuration لل-rule enforcement ال-rule enforcement هو الحاجة اللي احنا عملنا لها configuration من شوية في ال-application او في ال-software restriction policy اللي هي بتبدأ تحدد فيها لما تبدأ تطبق rules بتاعت ال-app looker تطبق على مين وما تطبقش على مين ال-rule بصفة عامة سواء بقى الرفض او عدمه طيب عندنا حينه 3 حاجات ايه 3 حاجات دول؟ فيه مشكلة الحقيقة كبيرة جدا في ال-app looker وهي ان انت كنت في ال-software restriction policy بتقدر تختار ايه هي انواع الملفات اللي تبقى effected بال-rules او بال-policies اللي انت هتحطها في ال-software restriction policy اما في ال-app looker لا في ال-app looker الحقيقة انت مش انت اللي بتختار انواع الملفات انت عندك 3 حاجات من انواع الملفات عندك ال-executable rules وعندك ال-windows installer وعندك ال-script rules ال-executable rules هي عبارة عن ال-rules اللي انت هتحطها دي تطبق على او تعمل لها enforce او تطبق بيها ال-rules او ال-policies اللي انت هتحطها في ال-app looker على الملفات بتاعة ال-exe وال-msi والكلام ده كله طيب ال-windows installer لو انت حطيت rule تخص ال-windows installer هنا احنا ما حطناش اي حاجة لسه احنا هنا بنقوله لو انا حطيت rule اللي نوعها executable او rule من اللي نوعها windows installer او rule من اللي نوعها script rule يحصل ايه؟ فبيقولك لو حطيت حاجة من اللي نوعها executable على سبيل المثال هي بتنعم تشغيل ملفات ال-exe يعني مثلا تبدأ تعمل عملية enforce the rules ولا auditing rules يعني ايه؟ ال-enforce يعني لو انت قمت قايل الملف يشتغل هيشتغل قلت ما يشتغلش يبقى مش هيشتغل اما لو انا قمت قايل audit ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيطبق الرول ك-auditing يعني ايه؟ دي حاجة الحقيقة احنا بنعملها قبل ما نبدأ نطبق اي rule باستخدام ال-app looker انا دلوقتي ما عرفش الموظفين بتوعي او ما عرفش الرول اللي انا هحطها دي هتأثر على ايه ومش هتأثر على ايه؟ فبقوم حاطة الرول ان انا مثلا مش عايز اشغل الحاجات اللي موجودة في مكان معين او مش عايز اشغل الحاجات اللي جاية ب-certificate معينة بس ما خلهاش تتطبق اقوله خليها auditing يعني يبدأ هو يشوف اثناء مثلا الاسبوع او اليومين ثلاثة اللي انا هعملهم كاختبار مين حاول يشغل ايه؟ والايه اللي هو حاول يشغله ده هو طرير يشتغل طبعا للرول اللي انا حاطتها ولا مرضيش يشتغل طب اليوزر بالنسبة له الحاجات تشتغل اليوزر مش هيحس اساسا ان انت حاطت اي حاجة كل حاجة هتشتغل معه طبيعي ولكن هيبقى عندك لوج كده مكتوب في اليوزر عمل كذا ولو الرول دي اتطبقت مش هيشتغل الكذا اللي هو شغله ده هو الرول بتقول ان مثلا الكالكوليتور يشتغل ولما جي اليوزر يشغله لان هو مش بيشتغل لان فيه تعارض بينه بين رول اخرى يعني بتتعامل بس علشان نبدأ نشوف احنا هنبدأ نطبق الرول اللي احنا بنقولها دي ولا لا طب هو انا لما بعمل حاجة زي كده اللوج ده بيبقى مكانه فين يعني فين هقرى لو انا خليت دي اوديتنج فاليوزر زي ما اتفقنا مش هيحس بحاجة والدنيا تبقى شغالة معها زي الفل ما فيش مشاكل لكن اشوف منين بقى ان البرنامج ده مفروض انه هيشتغل او مفروض انه مش هيشتغل والله لو احنا فتحنا كده قائمة الستارت وقمنا كدبين تمام جوه الايفينت فيور الحقيقة في مكان معمول الاب لوكر وهو ده اللي ببدأ اقرى منه اللوج بتاع الاب لوكر عندي حانا حاجة اسمها وبعدين هنقوم داخلين جوه مايكروسوفت هنلاقي في حاجة اسمها ويندوز جوه الويندوز دي هتلاقوا في حاجة اسمها الاب لوكر جوه الاب لوكر طبعا بيعمل نوعي من اللوج لو فتحنا اللوجات بتاعت الاي اك سي اي مثلا فلو كان فيه لوجات معمولة بس طبعا احنا لسه ما شغلناش الاب لوكر فنفيش لوجات لو شغلنا الام اي او اللوجات بتاعت الام اي فهنلاقي اللوجات بتاعت الام اي اي فده المكان اللي انتو بتشوفوا منه اللوجات لو انتو خليتو الرول دي تبقى عبارة عن ما تبقاش انفورسد رول اما طبعا لو انفورسد يبقى هتتطبق خلاص على اليوزر طيب نقفل دي كده وانا قوم راحين عند الexecutable رولز الexecutable رولز الحقيقه اللي موجودة هنا المفروض ان انت لما بتفتح دول دول مبيقوش موجودين خالص يعني احنا لو مسحنا دول كده انا كده مسحت رولز انت لما بتفتح الاب لوكر بيبقى لسه فاضي خالص بس عشان ما كان يكوننا اشتغلنا على الاب لكر قبل كده فكان فيه شوية رولز محضوطة لو انا عملت رايت كيليك على الاكسياتيب رولز في عندي حاجة من ثلاثة هبدأ أعملها يقيم ما هعمل كرياتني لرول جديدة أو هقوم قيل له اعمل اوتوماتيك جينيريت لرولز اعمل رولز اوتوماتيك ولا ابدأ اعمل الديفولت رولز قبل اي حاجة لازم تكونوا عارفين انك بمجرد ما بتشغل الاب لكر فالديفولت بتاعه انه هو بيقفل كل البرامج على عكس الديفولت بتاعت البوليس دي حاجة تانية مهمة جدا الاب لكر اللي بيشغله سيرفس اسمها الايدنتيتي او الابلكيشن ايدنتي فلو احنا فتحنا قائمة الستارت وروحنا عند السيرفس كده هتلاقوا جوه السيرفس دي فيه سيرفس اسمها ايه ابلكيشن ايدنتي السيرفس دي انت اللي بتشغلها بنفسك لو انت هتشغل الاب لكر لازم تخليها اوتوماتيك يعني تشتغل مع بداية تشغيل الجهاز وتعمل لها عملية الستارت كده وابلاي واوكي يبقى كده الاب لكيشن او السيرفس دي اشتغلت السيرفس دي ما تنسوش هي دي اللي بتشغل او المسؤولة عن تشغيل الاب لكر لو متوقفة الاب لكر مش هيشتغل بعد كده هنبدأ نقوم رايحنا عند الاب لكر كرا ونقوم رايحنا عند الكونفجريشن بتاعة الرول انفورسمنت يعني الرولز اللي انت هتحطها في الاكسيكيتابلز والرول اللي انت هتحطها في المكان اللي اسمه الويندوز انستولر والرولز اللي هتتوضع في المكان بتاع الاسكريبت تنفذ واللي يتعمل لها اوديتينج فهنيجي نقوم عليه لله والله كلها تبقى انفورسد وتنفذ تمام نيجي بقى في الاكسيكيتابل رول احنا قلنا ان انت عندك كريت نيو رول ده لو انت هتبدأ تحط انت رول جديدة من عندك والحقيقة ان انت لما بتيجي تحط رول جديدة فالبرنامج ده اسهل شوية من التانيين احتاج بس نعدل الروزيليوشن عشان الشاشة مش ظاهرة كلها يعني ما عليش هو كده الروزيليوشن ممكن يكون كبير شوية بس مفيش مشكلة نفتح بقى البوليسي في عندي كريت نيو رول والحقيقة دي بتظهر بويزرد الويزرد ده هو فيه زرار نيكست تحت بس مش عارف بقى انتوا هتبقوا شايفين ولا لا اخو تقريبا كده ظاهر لو احنا قلنا ديسين نيكست هيبدأ يقول لمبدأيا الرول اللي انت عايز تحطها دي عايز تسمح فيها واللي عايز ما تسمحش فيها بتشغيل اللي انت هتبدأ تقوله ومبدأيا انت عايز تطبقها على مين على افريون ولا هتبدأ تسلكت يوزرز محددين فنقوله مثلا على الافريون ولذلك دي من المزايا بتاعت الابلوكر ان هي مش بتعتمد على الجهاز هي بتعتمد على اليوزر فبالتالي تقدر تشغلها على يوزر معين فتبدأ تقوم اقول له مثلا ان انا هعمل عملية ديناي ديناي لإيه؟ الحقيقة في عندنا تلات انواع فقط من الروولز اللي احنا نبدأ نحطها مش اربعة زي اللي كانوا موجودين في الابليكيشن ريستريكشن في عندي حاجة اسمها البابلشر والباس والفايل هاش طبعا احنا شفنا البابلشر والباس والفايل هاش بيكونوا عامين ازاي فتعالوا كده نختار حاجة زي الباس هيقول لي الباس اللي انت عايز تمنعه فين هو ممكن نعمل عملية براوزن كده ونبدأ نختار مثلا حد زي البروغرام فايل كده انا مناعت الحاجات اللي موجودة في الباس بتاع البروغرام فايل اختار بقى معين بسوفت جيمز مثلا solitaire كده احنا اختارنا solitaire وبيقول لي تحب تعمل exception لبابلشر معين او لباس معين او لفايل هاش معين لنفس المساري اللي انا اخترته فبقول له لا والله مش هعمل exception بعد كده بتبدأ تقوم معين له create خلي بالك الرسالة دي يا جماعة بتقول لنا حاجة مهم قوي بيقول لي default rules انتو فاكرين الحاجتين اللي كانوا موجودين اللي كان اسمهم hk local machine واحنا بنعمل software restriction policy كان في حاجتين كده تم انشاءهم automatic احنا ما قلنا لهمش يتم انشاءهم يعني الحاجتين دول طبعا كانوا default كانوا default rules وقلنا ان هما بيتحطوا default rules automatic علشان ما يقصروش على ملفات system الباقية وتبدأ تشتغل هنا هو بيقول لك انت ما انشأتش default rule وبالتالي ممكن برامج كتير ما تشتغلش ما تنسوش ان احنا قلنا ان default بتاع الابلوكر هو restriction مش القلاو فانا لو قمت اقيل له اكريات default rule now ولا لأ ولو قمت اقيل له يس هيد هو ينشئ ال default rule بصوا كده هو عمل ايه عمل تلت حاجات كده يطبقه على ال everyone تلاحظوا ان هما ايه التلت حاجات بيعملوا القلاو القلاو لايه ان انا اشغل الحاجات اللي موجودة في الفولدر بتاع الويندوز واشغل الحاجات اللي موجودة في ال program file وال all files يعني كل الفايلز بتاعة اليوزر ال built in administrator كلها تكون ايه شغالة دول ال default rule طب لو انا ما كنتش عملتهم من هنا والله ممكن تعمل كده click main وتقوم اقيل له create default rules يبقى انت كده انشأت rules الاساسية اللي هي بتسمح بتشغيل البرامج اللي موجودة داخل ال program file والويندوز وبعد كده ابقى اقفل يا سيد انت بقى براحتك اللي انت عايز تقفله يعني طيب احنا لحد دلوقتي كنا اقفلنا حاجة واحدة اللي هي لل solitaire تعالوا نشوفها هيتقفلت ولا لأ لو فتحنا كده ال start وقمنا كدبين solitaire احيه هتلاقوها ايه مش رادية تشتغل طب تعالوا نشغل اي حاجة تانية تشوفها رادية تشتغل ولا لأ حاجة زي الكالكوليتور مثلا هتلاقوها شغل عادي فيش اي مشكلة تمام يبقى احنا كده شوفنا بالابلوكر ازاي تبدأ تعمل عملية ايقاف لملف معين سواء بقى بالباس او بالبابلشر او بالهاش احنا عارفنا ازاي نعمل موضوع دهوت طيب لو عملناك الكيمين هنلاقي حاجة اسمها automatic generate rules يعني ايه اعمل automatic generate rules او ابدأ انشاء رولز دي automatic الحقيقة ان ال automatic دي يعني بيجيب لك الملفات بتاعت البرامج اللي موجودة في ال program file او في المسار اللي انت هتختاره ويوم اقول لك ان الرول اللي انت هتطبقها دي اللي هي automatic هتطبق على every one طب نمشي في الوزر كده هلا بيقول لك اعمل create للبابلشر rules للفايلز اللي هي عندها digitally signed اصلا فيه فايلز يا جماعة executable file بتبقى digitally signed وفايلز تانية ما بتبقاش digitally signed يعني ما بيبقاش ال vendor مديها certificate معينة فبيقول لك اعمل create للبابلشر rules او اعمل rules من النوع publisher للملفات اللي هي digital signed ولا اعمل هاش rule لكل الملفات باصل الهاش مش محتاج certificates هاش يعني بيحط بيجيب بتاعت الملف وبيقوم بيخزنها عنده فوالله لو انت اخترت دي فبيقول لك اه الفايل هاش rules are created using the file هاش يعني الملفات اللي هي اه مالهاش digital signed هتبدأ يتعمل لها ايه هيتعمل لها هاش ولا يتعمل لها باص مع اصلا هي مالهاش certificate فما ينفعش عامل لها rule من النوع publisher فهو كده كده هي carry it rules لكل الحاجات اللي موجودة في البروجرام فايلز اللي هي digital signed طب والحاجات اللي مش digital signed وموجودة جوة البروجرام فايل يعمل لها هاش rule ولا يعمل لها pass rule فانت بتبدأ تختار ولا يعمل لكل الملفات اللي digital signed واللي مش digital signed يقوم عامل لهم كلهم هاش rule لكل ملفات خلوا بالكو ان فيه تشيك بوكس مهم قوي اللي هو reduce number of rules created by grouping similar files علشان ما يبدأش يقوم عاملك ملفات كتير جدا لكل البرامج بتبدأ انت تختار reduce number of rules وتقوم قايل next كده هو مش هيقوم عاملك rules كتيرة هيعملك rules قليلة جدا هنبص كده هنلاقي ان ال total 26 rule بس ال 26 دول بيسمحوا الكاملة ملف ان هما يشتغلوا 75 ملف لو قمنا قايلين create هيبدأ انشئ لنا الحاجات طبعا هما كتير لان دول كل الحاجات اللي كانت موجودة goal program file زي الورد باد مثلا زي لعبة سايد بار السبايدر قصدي ال easy bcd دي كلها الحاجات اللي موجودة يعني جوه ال program file طبعا تقدروا ان انتو فيما بعد تقوموا عاملين rule تعمل عملية اغلاق زي ما احنا ما عملنا كده اغلاق لنفتكر تاني يا جماعة ان بتاعت دي لو مش شغالة يبقى خلاص اللي انت بتعملو ده كله ملهوش اي داعي وملهوش اي لازمة لانه مش هيكون اه شغال طبعا طيب ازاي نطبق ال appleكر من على السيرفر تعالوا كده نروح عند السيرفر نكتب الباسورد بتاعتنا بس كده شكلها صح اوكي هنمسك بارده هنقوم عامل لنا جروب بوليس جديدة تمام والجروب بوليس الجديدة دي هنقوم رايحين كده نعمل لها عملية editing هنا طبعا في مشكلة لان الويندوز اللي انا احطه ده ويندوز سيرفر الفين وثمانية بس والapp looker الحقيقة جديد في الويندوز فهو مش موجود غير في بداية من ويندوز سيرفر الفين وثمانية R2 ولذلك مش هتلاقوه يعني موجود هنا مفيش غير الsoftware restriction البلاسي ولكن انا هعمل لكم حل ظريف احنا هنعمل ريموت كده على سيرفر بجد عليه R2 هو كويس ان في انترنت لحظات كده ونعمل لكم الريموت حيا لان وتشوفوا مكان الاب looker فين ده الحقيقة يعني سيرفر ده سيرفر بجد وفيه ثلاث مكانات شغالين virtual فالمكانة دي تقريبا عليها سيرفر الفين وثمانية R2 تمام دي الجروب بوليسي بتاعة ال R2 وهنلاقي في الروت اللي احنا قلنا عليه اللي هو البوليسي وبعدين window setting وبعدين security setting هنلاقي حاجة اسمها application control بوليسي جواها الاب looker فده منه تقدروا ان انتو تعملوا manage للاب looker وتبدأوا ان انتو يعني تطبقوه على مستوى على مستوى فالقلينت طبعا اللي موجودين في الكنتينر اللي انت هتلينك عليه الجي بي او ده هيد هيبدأ يطبق عليهم الاب looker وطبعا ما ننساش اهم حاجة السيرفز بتاعة ال application identity اللي لازم ان انت هتشغلها طبعا لو انت هتطبق الكلام ده وقت عن طريق الجي بي او فلازم تشغل السيرفز برضو عن طريق الجي بي او ويو فضل تكون نفس الجي بي او اللي انت حاطت فيها الجزئية بتاعة الاب looker تقدروا تفتحهم ال computer configuration policies وبعدين window setting وبعدين هنلاقي حاجة اسمها system service السيستم سيرفز جواها ال application identity دي طبعا هي بتبقى not define فانت هتخليها define وتبدأ تخليها automatic ويتقوم اي الاوكي بس ده طبعا مش عمل فيه اوكي عشان ده بتاع الشغل وبتاع حاجات تانية كتير يعني طيب بكده نبقى انتهينا من الجزء الخاص بال software restriction واتمنى ان هو يكون حاجة سهلة وبسيط ما فيهاش مشاكل ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة